اعتصم العشرات من أهالي السجناء الأردنيين في السجون السعودية للمرة الثانية أمام السفارة السعودية في عمان للمطالبة بالإفراج عنهم من قبل السلطات السعودية وبتطبيق الاتفاقية الموقعة مع السلطات السعودية والتي تسمح بقضاء السجناء الأردنيين محكوميتهم في الأردن ونشد المعتصمون خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بعفو ملكي عن أبنائهم الموقفين والتي صدرت بحقهم أحكام قضائية أنا أخوكم فؤاد أبو قطام لي ولد مسجون ونطالب بالمساجين كلهم الموقفين والمحكومين إن شاء الله الاعتصام الأول ما أبدأ نتيجة إن شاء الله ملموسة لكن نرجو الله أن المسؤولين في المملكة العربية السعودية وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الله يحفظه أن يستجيب لهذا النداء لهذا الاعتصام ويفرج عن أبنائنا كلهم المحكومين والموقفين في جميع سجون المملكة العربية السعودية ونحن بهذا الاعتصام الأولاد الصغار والنساء والرجال والكبار والشيوخ كلهم جاءوا يرجون من الله أولا ثم من جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز أن يصدر عفو خاص على هؤلاء الناس تبعا للعفو الأول لتباشرنا به خيرا ولم يفرج عن أي واحد من أبنائنا نناشد صاحب الجلالة سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسموه ولي عهده الأمين بل عفو عن أبنائنا جميعا فارعينا إلى الله بأن يطول في عمره ويمده بالخير والصحة والعافية وهو أبا المملكة العربية السعودية أبا الخير أبا الجود أبا البن أهل الكيف داخلين على الله وعلى الملك عبد الله الثاني ابن حسين المعظم بأن يكون معنا وليس علينا داخلين على الله ملك السعودية أن يجيبنا عفو لأولادنا أولاد الأردنية أجمعين محكوم أو غير محكوم نحن نترجع ربنا العالمين يا الله تفرج عنهم يروحوا لأولادهم ونسوانهم لإمحاتهم ناشد جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين بالإعفاء عن أبنائنا في سجون السعودية ونطلب الاسترحام من جلالة الملك سلمان عند أولادنا في القصاص نرجو منا وكنا داعيين له بالخير ونحن نحب الشعب السعودي والشعب السعودي أشقاء ونطلب من جلالة الملك سلمان الإعفاء عن أبنائنا ناشد جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز بيعفو خاص ملكي عن جميع الموقفين والمحكمين في المملكة العربية السعودية وناشد جلالة الملك عبدالله بن الحسين ملكة المملكة الأوردنية الهاشمية بالتدخل السريع والمباشر العربية السعودية من الملك أنه يفرج عن الموقفين والمحكمين وأن جميع السجناء اللي بالسعودية ناشاد يرحموهم وطلعونا ياهم لعيالهم والحريمهم واللمواتهم والله أنا مالي خير وبالي أشوف رجل مكتوعة وبالي خير وبالي يغفروا برحمه ويغفروا يرحم يعني نطلب من الله ومنه أنه يغفرين عن هالشباب تعه وجاهلين ويرحمهم برحمة الله يطلعوا عفو عن كل المسجين الأردنيين يا الله طميني لك هناك مسجون أبوي كم صالك ما جفته سنتين أريد أنه يطلعوا عفو عن كل المسجين يا الله الأردنيين يا الله وناشد ذو السجناء جلالة الملك عبد الله الثاني والملك سلمان بن عبد العزيز بالتدخل من أجل متابعة قضايا أبنائهم والنظر بعين الرحمة لأوضاعهم والسماح لذويهم بزيارتهم حمد الفائز الحقيقة الدولية